أكد رجال أعمال هنود أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند وضعت حجر الأساس لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر وأكد رجال الأعمال في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري من يوديلهي أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات ومستقرة اقتصاديا نحن نعمل في مجال الغزل والنسيج ونأمل في الإثمار في هذا المجال في مصر نظرا لأن القطن المصري هو واحد من أفضل أخطان العالم وأرغبوا في إنشاء وحدة جديدة ونعمل مع شركائنا ونأمل من الشعب الهندي أن يستثمر المزيد في مصر لأن هذا المجال واعد نحن نعمل في مجال الكيمويات نحن نعمل منذ أكثر من 20 عاما ولنا اسم معروف في الصناعات في مصر ونحن نقوم بتصدير منتقاتنا والسوق المصري واعد ونصدر من مصر لأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ونحن سعداء جدا بالإستثمار في مصر وكان لدينا 20 مليون ما قيمته من الإستثمار الآن بلغ 50 مليونا ونأمل أن نستثمر المزيد نعمل منذ أكثر من عشر سنوات في مصر وزيارة السيد الرئيس كانت رائعة ووضعت الأساس للاستثمار في مصر ونحن نشعر أنها زيارة واعدة لأنها تضع الأساس لهذا الاستثمار الجديد في مصر ونأمل أن نقوم بزيادة استثمارنا في مصر وهذه الزيارة مفيدة جدا للوجراء لتوقيههم لدعم هذا الاستثمار ونتطلع إلى المزيد من الاستثمار في مصر